خصصت شركة استغلال وتسيير المحطة البرية للجزائر سوغرال أزيد من 800 رحلة يومية نحو مختلف خطوطها الداخلية خلال الأسبوع الأخير الذي يسبق عيد الأطحى المباركة في مثل هذه الظروف تكون لدينا رحلات إضافية بالإضافة للبرنامج العادي ليجاوز 800 رحلة في اليوم نحن خصصنا أكثر من 150 رحلة احتياطية يمكن اعتبارها رحلات إضافية هذا تحسبا لربما يكون تدفق مسافرين خلال هذا اليوم يعني يوم الخميس وسيتم تدعيم برنامج المحطة ب116 رحلة إضافية قصد الاستجابة لجميع الطلبات المحتملة للمسافرين خلال هذا الأسبوع لأنه كما ذكرت لك تزامن عطلة الصيف مع عطلة عيد الأطحى المبارك هي اللي خلت ربما عدد المسافرين ينخفض نعتبر هذا اليوم هو يوم الذروة يعني عدد المسافرين خلال هذا الأسبوع يعني ما تجاوزش 24 ألف مسافر في اليوم خلال هذا الأسبوع الأخير وتقت الاستيعاب بالنسبة للمحطة المركزية محطة الخروبة كما ذكرت هي 50 ألف مسافر هذا وقد تم اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لاستقبال أزيد من 50 ألف مسافر في يوم واحد دون أي إشكال تحسبا لتدفق الهائل للمسافرين إلى المحطة خلال هذه الأيام